بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته نستكمل شرح مادة الدراسات الاجتماعية والمواطنة للصف الثاني المتوسط الفصل الدراسي الثاني مراجعة الدرس السابق طبعا توقفنا فيما سبق بالوحدة الثامنة في الدرس الثالث عشر من خلاله تم استعراض دول العالم العربي والإسلامي وناقشنا فيها أين تتركز دول العالم العربي والإسلامي ووجدناها تتركز في ثلاث قارات من قارات العالم السبع ولكن بما أنك حديثنا عن العالم العربي والإسلامي نتكلم عن القارات العالم القديم التي هي آسيا، أوروبا، إفريقيا نأخذها بشكل أوضح دول العالم العربي والإسلامي في قارة آسيا تتركز في وسط آسيا وفي جنوبها أما في قارة أفريقيا تتركز في شمال أفريقيا وفي وسطها في قارة أوروبا تتركز في الجزء الشرقي كذلك تم تناول انتشار الإسلام في قارة آسيا ومن خلال الحصة السابقة كانت تركيز على انتشار الإسلام في قارة آسيا عن طريقين الفتوحات الإسلامية والتي كانت تنطلق من شبه الجزيرة العربية إلى آسيا وكذلك عن طرق الطرق التجارية سواء كانت البحرية كما نشاهدها وكذلك البرية فانتشر الإسلام في قارة آسيا أخذنا نموذج من الدول الإسلامية في قارة آسيا وكانت اندونيسيا اندونيسيا تعتبر أكبر دولة إسلامية من حيث عدد السكان خاصة أن سكانها عددهم كبير جدا لذلك نسبة الإسلام فيها مرتفعة من 90 إلى 95% فأكبر الدول الإسلامية تعتبر اندونيسيا لكثافة السكان بها نسترجع بعض المعلومات عن اندونيسيا كما سبق فنلاحظ أنها تقع في الجزء الجنوب الشرقي من قارة آسيا بالإضافة تتميز اندونيسيا بمناخ هذا المناخ يتميز بأنه استوائي يميل إلى الاعتدال بعد ذلك نلاحظ من أهم أنشطتها الاقتصادية لديها نشاط اقتصادي بالزراعة كما نلاحظ السهول الساحلية لديها كما تناولناه في سطح اندونيسيا في الدرس السابق فتكثر فيها الأراضي الزراعية من أشهر المحاصيل الزراعية لديها جوز الهند وكذلك المطاط وغيرها بالإضافة لديها مجال التعدين وفي مجال التعدين تصدر وتنتج النفط والغاز الطبيعي لذلك تجارتها لديها صادرات وواردات فهي تصدر النفط والغاز الطبيعي وتستورد أو نجد أنها تستورد كل من الآلات المواد الغذائية وغيرها كذلك في الدرس السابق تم تناول أهم المدن في اندونيسيا نلاحظ أهم مدنها تتركز في جزيرة جاوة فعاصمتها جاكرتا باللون الأحمر التي تقع على الساحل الشمالي الغربي من جزيرة جاوة وكذلك مدينة صناعية هامة وكذلك ميناء هام وهي سوربايا التي تقع على الساحل الشمالي الشرقي هذا ما يتعلق باندونيسيا كمثال لدولة إسلامية في قارة آسيا بعد ذلك نستكمل ما توقفنا به في الحصة السابقة بالوحدة الثامنة العالم العربي والإسلامي الدرس الثالث عشر الوحدات السياسية عنوان درسنا اليوم نيجيريا وهذا يمثل علم جمهورية نيجيريا التي نتكلم عنها اليوم بالتفصيل كبداية نستعرض أهداف الدرس نركز اليوم على مجموعة من الأهداف يهمنا أن يقوم الطلبة بما يلي تبيين طرق انتشار الإسلام في قارة إفريقيا تحديد موقع نيجيريا على الخريطة وصف مظاهر السطح في نيجيريا توضيح النشاط الاقتصادي في نيجيريا تعداد أهم المدن في نيجيريا لابد أن نتبادر إلى ذهننا تساؤل مهم بما نتكلم عن قارة إفريقيا فهي تضم مجموعة من الدول العربية الإسلامية وكذلك دول إسلامية فلما نريد أن نسمي ثلاث دول إسلامية عربية في قارة إفريقيا لابد أن نركز على كثير من الدول العربية الإسلامية وخاصة في شمال أفريقيا وكذلك لما نريد أن نسمي ثلاث دول إسلامية في قارة إفريقيا كذلك علينا أن نركز على وسط إفريقيا هذه التساؤلات سوف نجد إجابتها من خلال استعراض درسنا لليوم سؤال مهم ما هي أسباب انتشار الإسلام في قارة إفريقيا شبيهة جدا بالأسباب التي أدت إلى انتشار الإسلام في قارة آسيا فلو فكرنا قليلا نلاحظ انها تشترك في هذه الطرق نستعرض منها الآن لدينا خريطة قارة إفريقيا بالكامل فلو ركزنا هنا نلاحظ ان قارة إفريقيا قريبة من شبه الجزيرة العربية خاصة في جزئها الشرقي لذلك نقول وهو مهم جدا ووصل الإسلام إلى أفريقيا منذ عهد نبينا محمد صلى الله عليه وسلم من خلال هجرة المسلمون الأولى إلى الحبشة في هذه الدولة التي تعرف الآن بدولة أثيوبيا الرسول عليه الصلاة والسلام سمع إن هناك ملك عادل في الحبشة فأذن لمجموعة من المسلمين بالهجرة إلى الحبشة فكان وصول الإسلام من هذا الطريق بعد ذلك أصبحت هناك طرق لنشر الإسلام في قارة إفريقيا والتوغل في أراضيها كما ذكرنا قريبة هذه الطرق من قارة آسيا في انتشار الإسلام قربهم من شبه الجزيرة العربية نجد أولا فتوحات إسلامية ثانيا الطرق التجارية هذه الطرق التجارية سواء كانت بحرية أو برية في داخل قارة إفريقيا نلاحظها الآن بشكل أوضح كما ذكرت قبل قليل وصل الإسلام إلى قارة إفريقيا مع الهجرة الإسلامية الأولى من مكة المكرمة إلى أين؟ إلى الحبشة التي تسمى الآن بدولة أثيوبيا هذا واحد بالنسبة لنقطة مهمة جدا وهو وصول الإسلام إلى قارة إفريقيا وانتشرت بسبب ثلاث أسباب رئيسية الفتوحات الإسلامية التجارة البحرية والبرية هذا بالنسبة للبحرية وكذلك البرية في داخل إفريقيا الدعوة إلى الإسلام التي قام بها كثير من التجار المسلمين بصفاتهم الإسلامية السمحة أدى إلى تأثر السكان الأصليين بالدين الإسلامي فدخلوا كثير من أبناء أفريقيا بالدين الإسلامي مما كان بفضل الله سبحانه وتعالى قيام دول عربية مسلمة وكذلك الدول الإسلامية إفريقية هذا ما يتعلق بانتشار الإسلام في قارة إفريقيا كتقوي مرحلي بين طرق انتشار الإسلام في قارة إفريقيا هي ثلاث طرق رئيسية لو أردنا أن نسترجعها واحد الفتوحات الإسلامية اثنين الطرق التجارية والبحرية والبرية ثلاثة الدعوة لنشر الدين الإسلامي الآن نستعرض في هذا الجدول نسبة المسلمين في قارة إفريقيا نسبة المسلمين من حيث السكان التي نسبة الإسلام فيها 85% وأكثر نعددها كدول الجزائر الصومال المغرب ليبيا مصر تونس موريتانيا جيبوتي السودان تشاد غامبيا نيجيريا غينيا بيساو توغو الكاميرون جميع هذه الدول نسبة المسلمين بها 85% فأكثر كذلك دول نسبة المسلمين فيها أقل من 65% وهم سيراليون بنين السنغال النيجر جزر القمر مالي غينيا ساحل العاج بوركينا فاسو القابون موزنبيق أوغندا إذا تذكرت معي قبل قليل في الشراح السابقة عندما قلنا تساؤل عن ثلاث دول سميلي ثلاث دول إسلامية عربية ممكن أن نستخرجها بسهولة هنا فعلى سبيل المثال دول إسلامية عربية لدينا الجزائر الصومال المغرب إذا ردنا كذلك أن نتوسع أكثر من ثلاثة ليبيا مصر تونس السودان جميعها دول عربية إسلامية دول إسلامية في قارة أفريقيا لدينا سيراليون بنين السنغال كذلك لدينا تشاد نيجيريا غينيا بيساو إذن الآن وضح لدينا الدول الإسلامية العربية والدول الإسلامية في قارة إفريقيا الآن نريد أن نتكلم بالتفصيل عن نموذج على دولة من الدول الإسلامية في قارة إفريقيا كما تم تناول في قارة آسيا إندونيسيا التي تعتبر أكبر الدول الإسلامية من حيث السكان الآن ننتقل لنموذج لدولة إسلامية في قارة إفريقيا سيكون هذا النموذج هي نيجيريا نيجيريا علم البلاد وممكن هذا العلم يسمى باسم العلم أو يسمى باسم آخر البيرق نلاحظ يغلب عليه هو خطوط بالأخضر والأبيض ثم الأخضر تفسيرات هذا العلم الأخضر يرمز للغطاء النباتي والأبيض يرمز لإنها بلاد السلام تقع نلاحظنا موقع نيجيريا بالنسبة لقارة إفريقيا تقع نيجيريا في وسط إفريقيا على طبعا المحيط الأطلسي بين قوسين خليج غينيا عند خليج غينيا إذن هنا موقع نيجيريا وسط إفريقيا على المحيط الأطلسي بين قوسين خليج غينيا لأنه قريب جدا من نيجيريا هذا موقع نيجيريا إذن دولتنا اليوم نيجيريا أخذنا موقعها بالنسبة لقارة إفريقيا وعرفنا أنها بالوسط على أي محيط الأطلسي من قوسين خليج غينيا كاستذكر سريع أين تقع نيجيريا بالنسبة لقارة أفريقيا نتفق أنها في وسط قارة إفريقيا على أي محيط المحيط الأطلسي من قوسين خليج غينيا بعد ذلك أخذنا الموقع ننتقل للإطلاع أخذ فكرة شاملة عن نيجيريا نسميها بمثابة البطاقة الشخصية لنيجيريا علم البلاد وفسرنا هذه الرموز الألوان الأخضر للغطاء النباتي والأبيض للسلام الاسم الرسمي للدولة تسمى جمهورية نيجيريا الاتحادية لرئاسة الجمهورية المساحة مساحتها 853 923 كيلو متر مربع عدد السكان فيها 168 مليون وتسعمائة نسمة اللغة الرسمية بها هي اللغة الإنجليزية نسبة المسلمين تزيد على 85% وهي نسبة عالية ولله الحمد العاصمة وطبعا نتكلم عن العاصمة بعد ذلك ولكن كما عرفنا أنها بطاقة شخصية للدولة العاصمة هي أبوجة أما عملتها تسمى باسم النايرة هذه البطاقة الشخصية لدولتنا اليوم وهي دولة نيجيريا كدولة إسلامية في قارة إفريقيا تنشيط ذهني لدينا خريطة نيجيريا وهنا توجد الحدود بدون أن نحدد الدول بنظرة فاحصة وبتمعن نستطيع أن نتوصل إلى الحدود السياسية لدولة نيجيريا طبعا نركز على اللون الأحمر الخاصة بالحدود السياسية لدولة نيجيريا في الشرق لما نتكلم عن الشرق إذن نقصد هذه الجهة نلاحظ ترتبط بحدود طويلة مع الكاميرون هنا الكاميرون ونلاحظ حدودها كيف تستمر جهات الشرق في الشرق الكاميرون وليست وحدها الكاميرون وإنما معها كذلك شاد نجد أنها ترتبط بحد ماء في بحيرة تشاد فهنا تشاد نلاحظ هذه دولة تشاد فتستمر هنا بحيرة تشاد إذن عرفنا في الشرق لدينا الكاميرون ولدينا تشاد جهة الشمال واضحة النيجر في الغرب تظهر لنا دولة واحدة وهي بنين أما في الجنوب يظهر لنا خليج غينية إذن نعيد شرقا الكاميرون بخطوط طويلة حدود نلاحظ أنها طويلة وكذلك تشاد في الغرب ننتقل من الشرق إلى الغرب تظهر لنا دولة واحدة هي بنين في الشمال تظهر كذلك لدينا دولة واحدة وهي النيجر أما في الجنوب تظهر لنا كما عرفنا عبارة مسطح مائي وهي خليج غينيا هذا ما يتعلق بحدود نيجيريا ننتقل إلى سطحها لدينا الآن جمهورية نيجيريا الطبيعية نسميها طبيعية تضاريس السطح كلها تعبر عن فكرة واحدة وهو ما يتميز به السطح نيجيريا أولا نتكلم عن الهضاب نلاحظ مجموعة من الهضاب باللون البرتقالي تبدأ وتنحدر ناحية الجنوب كانها في نزول هضاب تتركز في نيجيريا تتجه ناحية الجنوب هي مجموعة من الهضاب باللون البرتقالي مهم جدا مفتاح الخريطة كل لون يوضح لي ما يتعلق أو ما يرمز له من نوع من أنواع التضاريس في اللون البرتقالي هنا يبين لي أنها عبارة عن هضاب منحدرة جنوبا تنحدر جنوبا وفي وسط البلاد نلاحظ يجري نهر النيجر نهر النيجر طبعا له فرعين بعد ذلك يلتقي هنا ثم نجد أنه يصب في المحيط الأطلسي هذا نهر النيجر الذي الذي يغذي البلاد كثيرا بالمياه والتي تساعد على قيام الزراعة إذن أخذنا نقطتين هامتين حتى الآن أولا الهضاب وهي مجموعة من الهضاب باللون البرتقالي تنحدر اتجاه الجنوب رقم اثنين أخذنا في وسط البلاد يوجد لدينا نهر هو نهر النيجر الذي يصب في المحيط الأطلسي بعد ذلك وفي الجنوب كما نشاهد باللون الأخضر ومعروف باللون الأخضر وهي السهول الساحلية نركز جنوبا سهول ساحلية نلاحظ أن الجنوب له أهمية كبيرة في سطح نيجيريا نعيدها قسمناه إلى ثلاث أقسام رئيسية لدينا مجموعة هضاب لدينا نهر وكذلك سهول ساحلية قلنا مجموعة الهضاب تنحدر ناحية الجنوب بعد ذلك تكلمنا عن مجرى ماء مهم وهو نهر نهر النيجر الذي يصب في المحيط الأطلسي بعد ذلك تكلمنا عن السهول الساحلية التي تتركز أين تتركز في الجنوب إذن صفي مظاهر سطح نيجيريا قلنا ثلاثة مجموعة هضاب نهر النيجر والسهول الساحلية للدولة مناخان تفصلهما دائرة العرض عشرة شمالا ففي الجنوب مناخ استوائي والمناخ الاستوائي يتميز بينه حار منطر طوال العام هذا في جهة الجنوب مناخ استوائي حار منطر طوال العام تنمو فيه الغابات الاستوائية ولاحظوا حدتها بالأحمر وعليها خط لأهميتها لأنها تنمو فيها الغابات الاستوائية وبنرجع لها في النشاط الاقتصادي لذلك خصصتها بهذا اللون وفي الشمال مناخ مداري يتميز بالحرارة أغلب السنة والأمطار تسقط عليه في فصل الصيف وتنمو فيه حشائش السافانة إذن جنوبا غابات استوائية لأن المناخ استوائي وشمالا تنمو فيه حشاش السافانة لأن المناخ مداري هذا ما يتعلق بالمناخ النشاط الاقتصادي النشاط الاقتصادي يقسم إلى ثلاث أقسام رئيسية الزراعة التعدين الصناعة نأخذها بنوع من التفصيل الزراعة يعمل بها أغلب السكان وتسهم بثلث الإنتاج المحلي من أشهر المحاصيل الزراعية الكاكاو زيت النخيل الفول السوداني والحبوب التي من أنواعها القمح الشعير وغيرها وكذلك الخضروات إذن فيه تنوع زراعي كاكاو زيت النخيل الفول السوداني والحبوب والخضروات التعدين التعدين والمعدني والمعدني مثل صناعة السكر والمنتجات النفطية والمنتجات المعدنية والمنسوجات والمنتجات الخشبية هنا لتوفر الغابات في الجنوب عندما ذكرت في المناخ أنني ذكرت توجد بالخط الأحمر وباللون الأحمر أنها منطقة استوائية وتلمو فيها الغابات لأنه يستفاد منها لصناعة المنتجات الخشبية لتوفر الغابات في الجنوب هذا ما يتعلق بالنشاط الاقتصادي بعد ذلك ننتقل من الصناعات الموجودة في نيجيريا المنتجات الخشبية علل ذلك كما ذكرنا لوجود الغابات الاستوائية في الجنوب أهم المدن من أهم المدن هي ثلاث مدن رئيسية المدينة الأولى ودائما نأخذها لما نتكلم عن الدول العاصمة تسمى العاصمة باسم أبوجة هنا نيجيريا الخارطة هنا تقع أبوجة العاصمة وهي تقع في الوسط وسط نيجيريا يوجد فيها المسجد الوطني كذلك يسمى هذا المسجد الوطني باسم مسجد أبوجة الوطني لاجوس لاجوس هي عاصمة سابقة تقع على المحيط الأطلسي كانت هي العاصمة السابقة وهي مدينة كذلك صناعية وميناء مهم لنيجيريا لاجوس المدينة الثالثة تسمى باسم كانو كانو تقع في الشمال وأغلب سكانها مسلمين إذن لدينا ثلاث مدن هامة العاصمة أبوجة بعد ذلك اللاجوس وكانو التطبيق طبعا نطبق ما درسناه بيّن طرق انتشار الإسلام في قارة إفريقيا صف مظاهر السطح في نيجيريا أكمل العبارات التالية بما يناسبها تقع نيجيريا في فراغ إفريقيا على المحيط في خليج غينيا من أشهر المحاصل الزرائية وقلنا متنوعة وذكرناها عاصمة نيجيريا هي إذن تم تحقيق الأهداف التالية في درسنا اليوم تبيين طرق انتشار الإسلام في قارة إفريقيا تحديد موقع نيجيريا على الخريطة وصف مظاهر السطح في نيجيريا توضيح النشاط الاقتصادي في نيجيريا تعداد أهم المدن في نيجيريا كغلق للدرس من خلال الخريطة التي أمامك سوف نستعرض في الحصة القادمة دولة إسلامية في قارة إفريقيا هذا لدرسنا اليوم والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته معاكم المشرفة نيرا الجبر من مكتب تعليم شمال ترجمة نانسي قنقر